أربع سنوات من الحرب كانت كفيلة بأن يصنف الوضع الإنساني في البلاد كأسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث استمرار الأزمة الإنسانية وتضاؤل الفرص في الوصول إلى تسوية سياسية ضعف من معاناة ملايين اليمنيين الذين باتوا على بعد خطوة واحدة من الموت جوعا بسبب سوء التغذية حد وصف المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ليزا جراندي وضع دفع بالأمم المتحدة إلى إطلاق خطة استجابة دولية بنحو أربعة مليارات دولار خلال العام 2019 تهدف لتقديم المساعدات المنقذة لنحو 21 مليون شخص يشكلون نحو 80% من السكان وأضافت جراندي أن الخطة ستركز على مساعدة السكان غذائيا والحد من تفشي الكوليرا وتعزيز كرامة الأسر النازحة وتقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين والحفاظ على المؤسسات العامة وبالنظر إلى حجم المعاناة الإنسانية التي يعانيها السكان تظل فئة الأطفال هي الأكثر تضررا حيث أكدت منظمة اليونسيف بأن نحو ثمانية أطفال يقتلون أو يصابون يوميا بسبب الحرب وهو واقع لم يتغير حتى بعد توقيع اتفاق ستوكولم بيان المدير الإقليمي لليونسيف خيرة كابلاري أشار إلى أن نحو مليون ومئتي ألف طفل يعيشون في مناطق مشتعلة بالحرب وفي الوقت الذي تضاعف فيه المنظمات الأممية من تحذيراتها حيال الوضع الإنساني في البلاد يرى مراقبون إن هذه المنظمات باتت تستفيد هي الأخرى من هذه المعاناة في ظل أرقام تتحدث عن ضعف الخدمات التي تقدمها للسكان المستهدفين مقارنة بالدعم الذي تثلقاه